ننتقل إلى موضوع التالي في حلقة اليوم وتخطط النقابات العمالية في فرنسا لمزيد من الإجراءات الاحتجاجية خلال إدرابها المتواصل لدى مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعة وعلى الرغم من تراجع أعداد المشاركين في الإدراب عشية عيد الميلاد إلا أن الإدرابات المرافقة له في قطاع المواصلات لا تزال تخيم على احتفالات الفرنسيين بعض المحلات التجارية حارصة على توفير سبل مواصلات خاصة لزبائنها التفاصيل كالعادة مع زميليت بزاري ككل عام ترتدي باريس حلة براقة لاحتفالات نهاية العام فهذا شارع مزدحم من الأطفال والمارة لمشاهدة زينة المتاجر وهنا من يعشق التمشية تحت زخات المطر الرومانسية في جادة الشانزيليزي المضاقط بالأنوار الحمراء لكن الواقع مختلف بعض الشيء هذا العام إذ أثرت الإدرابات التي تشل البلاد منذ أكثر من عشرين يوما على الحالة الاقتصادية في بلد عرف بالأكثر استقطابا للسياح في العالم نرى أن هذا يمكن أن يكون مؤكد في الناس في الناس هذه الإدرابات أثرت تأثيرا مباشرا على الفرنسيين في حياتهم اليومية خصوصا في المدن الكبرى لدينا في فرنسا احتياطي نفط لمدة ثمانين يوما فقط في حال تم إغلاق مصفات البترول من قبل المحتجين آملوا أن تنتهي الإدرابات قريبا عكس ما حدث في عام خمسة وتسعين عندما استمرت اثنين وعشرين يوما ماكسونس بائع جواهرا في إحدى أرقى أحياء باريس المتخصصة بهدايا الأعياد لم يتردد بالتفكير بطرق ذكية لاستقطاب زبائنه الأثرياء تواصلنا مع زبائننا لإيجاد حلول وذلك بتأمين سيارات لجلبهم إلى مدجرنا كما قمنا بتأجيل الاحتفالات التي نقيم لإشعار آخر نعمل كل ما بوزعنا لإرضاء زبائننا ووضع هداياهم تحت شجرة الميلاد لأبنائهم وأحبادهم نتحدث اليوم عن خسائر اقتصادية ناتجة عن الإدرابات في فترة أعياد نهاية هذا العام في قطاع المواصلات والمطاعم ونفاذ السلع في المتاجر ما يؤثر بشكل مباشر على حياة الفرنسيين حيث يأمل الكثير منهم انتهاء تلك الإدرابات ليث بازاري العربية تاريس أنت مارست هوايتش مع الأنمي خليني أمارس هوايت مع ليث بازاري الذي ينضم إلينا من باريس مراسل العربية جوايا نويل يا ليث صباح الورد يا ليث جوايا نويل احنا منحتفل هذه بس كان لازم حملناها لزميلتناها بس أنا علم بارح لما كانت في فنلندا عند الطبا نويل بس هاي التذكير وعندها هدايا كتير اللي عنحكي عن أشياء كتير صباح النور يا مروى وشوها الألوان الحلوة الألوان الشتوية بس احنا القصات شتوية مش بس الألوان طبعا عندنا كاس رح نشوف كيف إنه من الشوكولات رح ناكله بآخر التقرير بآخر المباشر صباح الخير طيب ليث خليني أسألك بداية تاني يمكن اليوم ما يميز بعض الدول الأوروبية هي الاحتفالات والزينة في كل شوارعها مثلا إيطاليا أنا كنت قادم من روما لم تكن تتزين كما باريس كما لندن أو غيرها من الدول الأوروبية ماذا عنكم في ظل هذه الإضرابات كيف هي الأوضاع باريس باريس للأسف هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية أول مرة منذ مئتين عام لن تقام احتفالات أو قداس عيد الميلاد في كاتدرائية نوتردام بسبب الحريق الشهير الذي يشبه في الكاتدرائية قبل أكم شهر عفوا يا جماعة تخيلوا إنه رب العمل في المطاعم تحول إلى نادل لأنهم الوظفين ما بقدر يوصلوا شلة البلد يعني مدينة يعيش فيها ساعات ظهيرة 12 مليون شخص بيكون موجود في باريس ما قدروا يوصلوا لشغلهم لأنه بسبب الإضرابات شركة القطارات تتحدث عن خسارة 20 مليون يورو يوميا والمطاعم خسائر 30% والفنادق 20% من الأرباح ضاعت عليهم لأنه بسبب هذه الإضرابات الأعياد يعني حتى الفنادق بقولوا الفنادق الفاخرة أقل تخيل عادل أقل من 60% من المربيعات العادية في الغرف في الفنادق بعدين في شغلة مهمة جداً المين مستفيد دائماً فيه مستفيد لما يكون في إضراب أو يكون حروب المستفيد الإي كوميرس أو التجارة الشراء الإلكتروني كثيراً استفادوا من هذه الإضراب واللي صار حتى الأماكن السياحية دار الأوبرا أوبرا جارنيا في باريس مبارح الأشهر في باريس إيش صار فيها عملوا إضراب وكتبوا المحتجين الثقافة والفن في إضراب مضربين تخيلوا إنه دار أوبرا في موسم الأعياد اللي بتكون مزدحمة إن تعارض العادل بتعرفوا مروا بتعرفوا لما يكون بأوروبا وفترة الأعياد عادة بيكون هلأ بنا نحكي شوي على طائولة مشان نكسب الوقت خلينا نسمع منك وطاولة عشاء المينات شو كان فيه موجود مائدة الأعياد هذا العام في فرنسا نعم ما أهم ما يميزها مائدة الأعياد أول شي الهدايا صارت الهدايا تختلف صار إيش الفاخر مثلا شاي بس كان الأموغ شو عنده عنده شاي فاخر يقدم شاي عضوي موجود منه حتى للأطفال تخيلوا أول مرة بعرف إنه فيه شاي للأطفال إن كان شاي ساخن أو شاي بارد شو بفرق عن الشاي العادي إنه بيكون الشاي بيطعم البنبون بيطعم السكاكر والحلويات وبرضه بيقدم بدون سكر عند بس كان الأموغ طبعا مثل ما شايفين حتى فيه منه البارد طبعا هذا بنوجده رح يكون موجود في دبي قريبا فهذه برضه إشي جديدة موجودة طيب إيه أهم الحلويات اللي كانت موجودة الزويتخ أو هي المحار هلأ منحكي على الحلويات ماروة بس خلينا نحكي على الطبق الرئيسي الزويتخ عادة بتكون جاي من منطقة بريتاني أو بسان داخكاشون غرب فرنسا انتبهوا الزويتخ لازم يكون طازج المحار لأنه إذا إدم شوية ممكن يكون مثل الفطر ممكن يكون سام فلازم ينواحد ينتبه وطبعا الفواقرا الشهير الفرنسي المعروف اللي نجده طبعا هون عنا الشيف جون أدارن الشيف جون أدارن اللي قدم لنا هذا الفواقرا هو الشيف توب شيف طبعا موجود عنا بفرنسا وبعدين عنا مثل ما شايفين هلا بقولوا شو هذا الأحمر اللي جنبك هذا البيش جون أول أو هي كعكة الميلاد رح أجرب أطول منها قطعة صغيرة تتميز هاي السنة تخيلوا إنه المكسرات المكسرات عنا الشيف طبعا اللي عملها نيكولا باتشيولو اللي هو شيف فوكاتس بغيير وقعت كلها لا تكل معيني فيه جوز وقشر لا رح أكل أطعم منها ما تخافوا تسمم رح وهي موجودة هاي بتتميز إنه فيها قشر الليمون والحمضيات الموجود فيها بعدين شو عنا عنا أليش لبي هي شوكولاتيير هي يعني بتصنع شوكولات اختارت شغلة جديدة آلة الكاس ليش من واحد حلوة شرط إنه يشرب بالكاس بقدر يأكل الكاس لأنه فترة الأعياد بشوكولات شوكولات صودة شوكولات واحد حلوة يا لي دارك شوكولات فكتير رهيبة شو عنا بعد رهيبة يريدكم جنبي بكرة باخترعوا التكنولوجيا قدر أوصلكم هيك عن طريق الشاشة لا حتفض لنا فيها وجيبها وياك دبي شكرا شفتوا باكل ساندويش وأنا كتير براتة ما الفقارة والله وعطني أن تكوني الساندويش لكم تاكله مبارح يعطيك العافية شكرا جزيلا ليث بزاري مراسل العربية من باريس صحوا هنا شكرا شكرا شكرا